في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تواصلت بمركز إطسا بمحافظة الفيوم أعمال صب الخرسانة لمركز شباب بحر أبو المير ومجمع خدمات الغرق ومركز شباب دانيال بجانب بادي أعمال توصيل الغاز الطبعي للقرى كما عقد أيضا اجتماع بمجلس مدينة إطسا ويوسف الصديق لمتابعة أعمال السكن كريم من قبل لجان المحافظة وحضور ممثل الوحدات المحلية ومجالس المدن اشتركوا في القناة